ما هي أقذر مدينة في العالم؟ نبدأ بأنظف مدينة في العالم وقد يفترض معظم الناس بأنها سنغافورة بفضل شوارعها النظيفة لكن الجواب الفعلي هو كوبنهاجن في الدنمارك التي تسجل مستويات منخفضة جدا من التلوث المائي والجوي في المركز الخامس تأتي مومباي في الهند تنتج مومباي أكثر من عشرة ملايين طن متري من النفايات سنويا حيث تضم المدينة واحدا من أكثر الشواطئ تلوثا في العالم وقد وصفت مياهها بالسوداء في المركز الرابع لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية تنتج لوس أنجلوس أكثر من 11 مليون طن متري من النفايات سنويا وهي تعاني من مشكلة كبيرة تتعلق بالمشردين ويتم وصفها بأنها مزدحمة في المركز الثالث تأتي توكيو عاصمة اليابان قد يكون هذا مفاجئا لك حيث يعتقد معظم الناس أن توكيو نظيفة جدا لكنها تنتج أكثر من 12 مليون طن متري من النفايات سنويا مما يجعلها تحتل المركز الثالث في هذه القائمة في المركز الثاني تأتي مكسيكو سيتي حيث تنتج 12.20 مليون طن متري من النفايات سنويا وقد كانت تعتبر في السابق واحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم وأخيرا في المركز الأول وبفارق كبير تأتي مدينة نيويورك حيث تنتج نيويورك حوالي 33 مليون طن متري من النفايات سنويا رغم أن توكيو ومكسيكو سيتي لديهما تعداد سكاني أكبر من نيويورك فإنهما تنتجان ثلث كمية النفايات فقط فما هو رأيك؟ اشتركوا في القناة